أقامت قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح الجو الملكي البحريني ندوة المنامة للقوة الجوية بنسختها الرابعة والتي تقام بالتزامن مع معرض البحرين الدولي للطيران وشارك في الندوة عدد من قادة القوات الجوية وكبار الخبراء من جميع أنحاء المنطقة والعالم وفي بداية الندوة قام اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي بإلقاء كلمة ترحبية للمشاركين في فعاليات وجلسات الندوة نقال خلالها تحيات صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وتمنيات معاليه لهم بالتوفيق واجتملت فعالية الندوة على ثلاث جلسات رئيسية تضمنت عددا من الموضوعات والمحاور الرئيسية حول الطائرات القتالية التعاونية في القوى الجوية الحديثة وموضوع الأسلحة العالية الطاقة كدفاع فعال ضد الطائرات بدون طيار والقوات الجوية في عمليات مكافحة الإرهاب وفي الجلسة الثانية تم التطرق إلى كيفية تحسن عمليات القوات البحرية الأميركية من أمن البحار عبر تعزيز الشراكات وتطوير القدرات فوق سطح المياه وتحتها وتطور دور الطائرات من دون طيار في مهام القصف والنقل والتزود بالوقود جوا بالإضافة إلى مزايا طائرات الإسناد الخفيفة كحلول قليلة الكلفة وفي الجلسة الثالثة تم التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التدريب المتقدم للطائرات الحربية والمسيرة والشكل المستقبلي للطائرات الحربية واختتمت الجلسة الثالثة بالمحور الأخير حول موضوع عمليات القوات الجوية في المهام البحرية بالتزامن مع معرض البحرين الدولي للطيران 2022 أقامت قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح الجو الملكي البحريني ندوة المنامة للقوات الجوية بنسختها الرابعة لمناقشة الموضوعات المستجدة في القطاع الجوي والاستفادة من تجارب الدول المشاركة إقليميا ودوليا هذه ندوة المنامة للقوات الجوية هي في نسختها الرابعة القصد من عقد هذه الندوة هو استقطاب الشركات المصنعة للأسلحة المشاركة في المعرض للمشاركة كذلك في الندوة وكذلك حضور أكبر عدد من قادة العسكريين وقادة سلحة الجو للحضور وأما التحدث في أمور المتعلقة بمسجدات على الساحة أو لقاء الشركات الموجودة مشاركة في هذه المعرض الندوة هذه السنة ركزت في تكامل في القوات الجوية وتركيز الأكبر كان على خطر المسيرات الحديث الذي قدمته اليوم يركز على المنصات الذكية المستقلة ونحن نعمل بالتعاون مع العديد من الدول من أجل العمل كرجل واحد وهذا الأمر سيكون مهما للغاية من أجل النزاعات والحروب المستقبلية وقد اجتملت الندوة ثلاثة جلسات رئيسية تخللتها عدد من المحاور والموضوعات التي تواكب أهم التطورات في القطاع الجوي والأحداث المتسارعة التي تطلب استخدام أحداث المنظومات والأجهزة في القوات الجوية في ضوء التجارب والدروس في مسرح العمليات أفرزها دور الطائرات من دون طيار في مهام القصف والنقل والتزويد ودور الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التدريب الأهمية لهذه النوع من الندوات طبعا لها أهمية كبرى نتلاقى ونعرض جميع المواضيع الخاصة بالقوة الجوية من قبل مختصين سواء كانوا من قوات شقيقة أو صديقة وكذلك الشركات العاملة في قطاع الدفاع سبب مشاركة بوينغ اليوم تعود للعلاقات الطيبة مع مملكة البحرين الممتدة منذ عام 1977 عبر طيران الخليج كجانب تسويقي وأنا اليوم أمثل الجانب الدفاعي وبرأيي نحن نقوم معا بالكثير وسوف نعمل معا لضمان أمن البحرين والمنطقة وقد جمع المؤتمر نخبة من القادة والمسؤولين في القوات الجوية إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وممثلي الصناعات من جميع أنحاء العالم في هذا القطاع الذين أكدوا على المستوى المتطور ومستوى القيادة في مملكة البحرين مؤتمر المنامة للقوة الجوية منح جميع من شارك به الفرصة الإيجابية للتعرف على مستجدات القطاع الجوي في ضوء التجارب الأخيرة لمملكة البحرين والدول المشاركة والاستفادة إلى ما وصل إليه هذا القطاع بمشاركة عدد من الخبراء طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر